مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور فاضل الرباعي نناقش فيها تاريخ وجغرافيا لحدث التوراة في الحلقة السابقة ناقشنا كيف أن ذلك الحدث هو جزء من تاريخ ممالك اليمن القديم سبأ وحمير وأن الجغرافيا الفلسطينية لا تمت بصلة إلى ذلك الحدث في حلقة اليوم سنناقش مفهوم البكور السبائي في التوراة الذي شكل جوهر النظام المخاليف الذي كان سائدا حينئذ دكتور أهلا بك مرحبا بك في الحلقة السابقة فعلا ناقشنا نظام المخاليف الذي قلنا عنه أنه هو نظام ملكي محلي أو يعني نظام خلافي محلي في ظل نظام ملكي شامل نعم طب هذا النظام على أي أساس يقوم يعني وأما علاقة التوراة أو التشابه ما بين الممالك المذكورة في التوراة والممالك التي كانت تاريخيا معروفة في اليمن على أشكال مخاليف أو مملكة اليمن سبأ وحمير طيب قبل أن أبدأ بشرح طبيعة النظام السياسي القديم في اليمن والأشكال التي يمكن رؤيتها من داخل النص التوراة سأتوقف قليلا لأشير إلى أن كلمة سبأ ترددت مرات كثيرة في التوراة يعني ذكرت كلمة سبأ كقبيلة ما لا يقل عن عشر مرات وفي واحدة من هذه المرات ترتبط كلمة قبيلة سبأ بحادث له صلاة بالقصة المأساوية للنبي أيوب فقد صلت الله عليه قبائل سبأ وسلبت منه حيواناته وأغنامه وما يملك وهذا يعني واحدة من الدلائل التي تقول أن الحدث التوراة لا يمكن أن يكون وقع في فلسطين لأنه يروي قصص تتعلق بقبائل سبأ وكيف أنها هاجمت النبي أيوب يعني يمكن الاستنتاج أن النبي أيوب كان في اليمن بسبب أنه سبأ مذكورة بنفس الرسم وبنفس التصميم لأنه من غير منطقة تخيل هذه القبيلة وقد غزت النبي أيوب في فلسطين يعني السبأ موجودة في اليمن ولا يمكنه أن تذهب إلى فلسطين لتلحق الأذى بنبي